خبز للكيتو دايت واللوكارب خبز التوم حلو جدا سهل التحضير مكونات بسيطة وسهلة وحقولكو كمان على بدايل وطريقته سهلة جدا ممكن تعمليها كمان كل سنة طيبين من تحضيرات رمضان ده شكل الخبز لما طلع من الفرن طعمه لذيذ شكله روعة ورحته تجاني يلا نبدأ على طول وصفتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا حبيبي انا منال بعم معكم اكلات صحية واكلات على نظام الكيتو دايت الخبز النهاردة هو خبز التوم زي ما قلتلكو هنحتاج معانا كوباية من الجبنة المزاريلا مكعب من الجبنة الكيري او ممكن معلقة من جبنة كريمي هدخلهم الميكرويف لمدة دقيقة لحد ما تسيح بالشكل دا هتطلق ابتجي ادمجها مع بعض هنا هستخدم معانا نهاردة دقيقة اللوز هحتاج معانا معلقتين فقط عشان انا مش عايزة ازود فيها الكرب لو عايزة تزوجي الكرب لو انت على نظام اللو كرب وممكن تاخذي كمان معلقة اهم حاجة الاول اخلط المكونات زي ما نشايفين كده مع بعض ممكن بديل لدقيق اللوز دقيق جوز الهند ودقيق اللوز دا من صفحة فوتكم هحطلكو لينك الصفحة في صندوق الوصف حطيت هنا معلقتين دقيق اللوز ورشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود بيدي طعم حلو جدا مع الطوم هبتجي يقلب كويس واخلط المكونات الاول قبل منزل بالبيضة هحتاج معايا هنا بيضة بس هنا اهم حاجة ان تكون المكونات بردت خالص الجبنة عشان البيض مايتغيرش شكله وطعمه هبتجي اخلط زي ما نشايفين هحس ان العجينة معايا تفكك كده ما قلقش خالص هفضل اضغط عليها وقلب اقلب هتبتجي تتكون معايا زي ما هتشوفه دلوقتي بصوا هنا العجينة سايلة شوية هفضل بردك اضغط عليها كده بالسباتيلا لحد ما تتلم معايا وهنا القوام زي ما قلتلكو خفيف للناس متابعة الكيتو دايت ممكن ازود معلقة لمتابعين اللو كار تمام العجينة زي حلوة جدا ممكن نعمل منها بيتزا ونجيف عليها بعد ما نسويها نجيف عليها الصلصة بتاعتها والحشوة اللي انش حابها حلوة جدا ممكن تعمليها وتحتفز بيها كمان في الفريزر بعد ما تستوي من تحضيرات رمضان واتطلعيها تسخنيها يضبك في الميكرويف خطيرة بجد من انجح الوصفات الخبز او قاعدة البيتزا كده معايا بالشكل دوت ابتدت تتلم هبتيجي بقى اولع الفرن على درجة حرارة 200 او اعلى درجة عندك انا عايز الفرن يكون سخني جدا عشان ما تخص كتير في الفرن وما تنشافش جبت صانية هحط فيها ورق الزبدة وحبتيجي انزل بالخليط زي ما انتو شايفين وحفرده بقى على شكل مدور مربع زي ما انتو حابين وبحاول ان انا ما خليه سمكها رفيع قوي ولا تخين يعني متوسط زي ما انتو شايفين معايا كده حاول افردها وده كان شكلها حبتيجي ادخلها الفرن لمدة من 7 ل 10 دقايق على الرف الاوسط اهم حاجة ما اسبهاش كتير عشان انا مش عايزها تتحمل انا عايزها يكون خبز طال في الوقت اللي هي في الفرن حاجيب معلقة من الزبدة والزبدة هنا كانت عندي في التلجة فحبتيجي ادخلها الميكرويف يدوبك تسيح وهاخد حوالي فاص طوم فرماه بالشكل ده وهقلب المكونات دي كويس مع بعض وهجهز عندك بقى بقدونس حبت دي في شابت براحتك انا بحب البقدونس مع الطوم وهقلب وفي الوقت ده خلاص الخبز معايا ابتدى استوى خالص هطلعه من الفرن ويكون جاهزة الخليط ده زي ما انتو شايفين بالشكل ده ده شكل الخبز اول ما طلع من الفرن هبتيجي على طول اقلب الخليط في الوقت ده انا مش محتاج الفرن انا حولع الشوية لان الفرن الخبز بالنسباني استوى من تحت واستوى خالص انا عايزة بس ياخد تحميرة كمان والخبز يتشرب الزبدة بالطوم والبقدونس افاول افردها على كل الاجناب بالشكل ده واخر حاجة هضيفها ودي اختياري لو انت حابة ممكن اضيف رشة جبنة برمزان ممكن اضيف رشة جبنة شيدر مبشورة ممكن جبنة متزرلة ودي حاجة اختياري لو انت حابة مش حابة ما فيش مشاكل خالص هدخلها الفرن وده شكلها لما طلعت هتجي اقطعها وعايزة اقول لكم بتكون طرية وحلوة جدا لو انت اول مرة تشوفي قناتي ساعدني ويشرفني انك تشترك في القناة وتفعلي الجرس ولايك يا حلوين وشير لكل اصحابنا ودعمكم لي هو اللايك واكتبوا لي في التعليقات عايزين وصفات ايه نعملها مع بعض نكتبي لي كمان من انهي بلد عشان ارحب بيكي لو انت اول مرة تشوفين زي من شايفين بصوا حلوة جدا وطرية وطعمها يجنب بصوا من جوة كمان طرية قد ايه لما قطعتها حلوة اوي اوي اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة وبيعتولي في التعليقات رأيكم فيها وياريت نتواصل مع بعض على الفيس بصفحة منالهم وعلى الاستجرام كمان بصفحة منالهم بنزل في وصفات واكلات سريعة اتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش حبيبي اللايك والشير واشوفكم مع وصفة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته